الفنانة سامية جمال كان لها موقف جاب لها عقدة من انها تلبس بدلة في ليلة راس السنة فكانت بترفض تمام انها تلبس البدلة في الليلة دي بالذات والسبب انها لما كانت راقصة مبتدئة وبترقص في كازن وبديعة مصبني كانت اول ليلة ترقص فيها منفردة توافق ليلة راس السنة فكانت الليلة دي بالذات الصالة كومبليت لدرجة ان ما كانش فيه ترابيزات كفاية للزبين اللي اكترهم كانوا وقفين بسبب الازدحام الشديد احتفالا بليلة راس السنة في كازن وبديعة اللي بتعمل احتفالات ليلة راس السنة لا مثيلة لها فبديعة خلتها ترقص منفردة بالامر لأول مرة خافت سامية وهابت الموقف جدا لانها كانت المفروض حترقص في استعراض جماعي مع باقي زميلتها ولكن فجأتها بديعة بالامر ده ودت لها بدلة من عندها ترقص بيها لان سامية ما كانش عندها بدلة خاصة بيها فلما خلصت رأستها صرخت فيها بديعة وقالت لها لازم تتعلمي الرأس كويس قالت سامية الانفعال ده كان خلف الكواليس ولكنه تسبب لها في الخجل والإحساس بالإهانة اللي خليها تبكي ومذكرتش هذا الموقف لأي حد ولما كانت بتيجي ليلة راس السنة بتفتكره وعشان كده ما كانتش بتحب تلبس بدلة الرأس في ليلة راس السنة علشان ما تفكرهاش أكتر بالموقف ده وبرغم إن أكثر المقربين كانوا عارفين إنها مش بتحب تلبس بدلة الرأس في ليلة راس السنة بس ما كانش يعرفوا إيه السبب ترجمة نانسي قنقر